موسيقى السلام عليكم ورحمة الله نشرة الأخبار من قناة يو تي بي من العاصمة الأوكرانية أصحابكم فيها أنا يد استهتية والبداية بأبرز العنوين الهند تحط باكستان على إعادة النظر في قرار خفض العلاقات مظهرات في أمريكا تحمل ترامب مسؤولية انتشار سلاح مساعدات إنسانية جديدة تقدمها الأمم المتحدة لسكان شرق أوكرانيا أهلا بكم التقى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي نظيره التركي رجب طيب أردوغان في إطار زيارات رسمية يقوم بها إلى تركيا بحث الرئيسان مدة أربع ساعات تقريبا العديد من القضايا من بينها الجهود المبدولة لتحرير الأسرى الأوكرانيين لدى الكريملين وأضموا شبه جزيرة القرم ومخاطر عسكرة شبه الجزيرة إضافة إلى حماية حقوق المواطنين من تتاري القرم أكد أردوغان خلال الاجتماع أن تركيا لم ولن تعترف أبدا بضم شبه جزيرة القرم من قبل روسيا كما نقش القادة قضايا التعاون التجاري من البلدين وفرص الاستثمار في أوكرانيا دعا زيلنسكي أنقر إلى المشاركة في إعادة إعمار البنية التحتية بإقليم الدنباس شرق البلاد أساس تعزيز الاتصالات التجارية بيننا هو العلاقات الإقليمية الواسعة تم التأكيد ذلك من خلال عدد من البرامج واسعة النطاق التي يتم تنفيذها بشكل مشترك من قبل الشركات الأوكرانية والتركية في مناطق مختلفة من بلدنا هذه مشاريع في مجال الحفاظ على الطاقة والطاقة البديلة وبناء وإصلاح الطرق وكذلك التعاون في مجال الزراعة أعلنت باكستان طردها السفير الهندي وتعليق التجارة الثنائية مع جارتها النووية بعد يومين من إلغاء يدلهي الحكم الذاتية لإقليم كشمير المتنازع عليه وقالت وزارة الخارجية الهندية في بيان إن الهند حثت باكستان على إعادة النظر في قرارها خفض العلاقات الدبلوماسية بين البلدين تقول يدلهي أن إلغاء الوضع الخاص لإقليم كشمير يتعلق بالجزء الخاضع لسيطرتها من الإقليم المتنازع عليه زار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مدينة دايتون بأوهايو التي قتل فيها مسلح عشرة أشخاص وجرح 27 أخرين ثم زار مدينة إلباسو بولاية تيكساس حيث قتل مسلح آخر 22 شخصا وأصاب عشرين آخرين زيارة ترامب قوبلت بمظاهرات احتجاج شارك فيها سياسيون دعوا فيها الرئيس إلى الرحيل وحملوه مسؤولية انتشار السلاح في البلاد رغم أننا قد نكون في أمان ورغم أننا قد نعتز بحقيقة أننا مجتمع من المهاجرين إلا أننا نعيش في بلد غير آمن يرفض إصدار قوانين لإنهاء أعمال العنف في الولايات المتحدة نحن نعيش في بلد حيث لدينا رئيس يقوم بتشويه سمعة مجتمعات كهذه قال الجيش الإسرائيلي أنه عثر على أحد جنوده قتيلا في مستوطنة إفرات جنوب بيت لحم بالضفة الغربية مشيرا إلى وجود أثار طعن على جثته قادة أحزاب اليمين والمستوطنون طالبوا حكومتهم بإقامة مستوطنة جديدة في المكان الذي قتل فيه الجندي بالإضافة إلى تعزيز المستوطنات القائمة تشتبه إسرائيل بأن مجموعة فلسطينية اختطفت الجندية ثم قتلته عندما لم تتمكن من نقله لمكان آخر إلى شرق أوكراني حيث خرق المسلحون الموالون لروسيا هدنة وقف إطلاق النار أربع مرات في إقليم الدنباس صباح اليوم أشار متحدث باسم وزارة الدفاع إلى أن خروقات المحتلين تركزت في منطقة دانيتسكا مضيفا أن ساعات الليلة لم تكن هادئة أيضا وأن المسلحين الروس قصفوا خلالها المواقع الأوكرانية في محيط بلدتي فادينوي ونواترويتسكي أكد المتحدث أن المحتلين يستخدمون الأسلحة التقيلة الأمر الذي يتعارض مع بنود اتفاقات منسك للسلام مساعدة إنسانية جديدة من الأمم المتحدة لسكان إقليم الدنباس شرق أوكرانيا سيحصل سكان المناطق القريبة من خط الجبهة في إقليمي دانيتسك والوهانسك على الدواجن وأعلاف الحيوانات بقيمة مليون دولار خاصة وأن هذا أمر حيوي وهام جدا بالنسبة لبعضهم تربية الحيوانات في المنزل وزراعة البستين في القرى القريبة من خطوط المواجهة هي طريقة الوحيدة للبقاء على قيد الحياة هناك لنتابع تجمع سكان قرية بيرومايسكي على الخط الأمامي للجبهة بالقرب من مجلس القرية وأحضروا معهم الصناديق قلقون إن كانت الدواجن ستكفي الجميع على قائمة المساعدات الإنسانية خمسون قرويا وهم من المتقاعدين والأشخاص ذوي الإعاقة والعاطنين عن العمل وكذلك من الأسر التي لديها طفلان أو أكثر نحن موجودون في حزام الخمسة كيلومترات ليس لدينا جميعا إمكانية للسفر والعمل وكسب المال يحصل المتقاعدون على معاشات صغيرة حتى لو كانت موجودة لذا هذا الأمر مهم جدا بالنسبة لنا لا يوجد عمل للسكان المحليين ولا يمكنهم زراعة الحقول ورعي الماشية الألغام والقصف الدائم يطال كل الأماكن كل الأمل يحوم حول البستان والطيور الداجنة ستحصل خلال شهر أغسطس نحو ألف أسرة ستحصل خلال شهر أغسطس على المساعدات الإنسانية المكونة من 30 صوصا و10 كيلوغرامات من الأعلاف في القرى الواقعة على الخط الأمامي للجبهة هذا يقارب 30 ألف صوص نحن ننقلها على دفعات لأن عمرها يوم واحد لنتمكن من توزيعها كما نوزع الكتيبات المحتوي على تعليمات حول التربية والرعاية الصحيحة بحيث تكسب وزنا جيدا ولتبيض بشكل جيد حسبت هالينا كم بيضة ستظهر في فناء دارها بعد بضعة أشهر إذا كانت من نوع الدجاج ستبلغ بعد ثلاثة أشهر وقد تحتاج إلى أربعة أو خمسة أشهر ولكنها ستبيض حتما قبل قدوم الشتاء تخطط منظمة الأغذية في سبتمبر لتوزيع المزيد من أعلاف الحيوانات بحجم 150 كيلوغراما لكل منزل حسبوا أن هذه الكمية يجب أن تكفي لفصل الشتاء خلال السنوات الخمس التي تلت بدء الأعمال القتالية في إقليم الدنباص حصلت نحو خمسين ألف أسرى على دعم منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة قتل شخص وجرح 48 آخرون في قرقستان وذلك خلال هجوم شنته القوى الأمنية على مقر إقامة الرئيس السابق المزباي أتنبايف استخدمت فيه القنابل الصوتية والرصاص المطلطي وفق وسائل إعلام محلية وكانت الشرطة قد استدعت الرئيس السابق الذي يشتبه بطورطه في قضايا فساد استدعته للاستجواب ثلاث مرات لكنه رفض الحضور واصفا للاستدعاءات بغير القانونية مما اضطر الأجهزة الأمنية إلى التدخل لإحضاره بالقوة حولت القوات الخاصة اكتحام مقر إقامة أتنبايف لكن أنصاره تصد للهجوم وأطلقوا النار على أفراد القوة الخاصة فقتلوا أحد أفرادها الأمر الذي دفعها للتراجع دع الرئيس الحالي سورنباي جين بيكوب إلى عقد اجتماع طارئ للجنة الأمن القومي على خلفية الحادث ضرب زلزال بقوة ست درجات جزيرة تايوان دون أن يتسبب بخسائر بشرية ولكنه أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 1300 منزل في العاصمة تايبه وبحسب السلطات المحلية شعر السكان بالزلزال في كل أنحاء الجزيرة واهتزت ناطحات استحاب في أكبر مدن البلاد وعلقت عمليات النقل بالسكاك الحديد جزئيا في مقاطعة يلان مزيد من الأخبار والتقارير والمعلومات تجدونها على موقعنا الإلكتروني نهاية النصرة قدمناها لكم من قناة يوتي من العاصمة الأوكرانية شكرا على حسن المتابعة في عمال الله اشتركوا في القناة